بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات من أبنائي وبنات الصف الأول الابتدائي أسعد كثيرا بلقياكم وأستمتع بهذه الدقاق التي أقضيها معكم وأعود أنا في شوق كبير إليكم في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الأول الابتدائي أرحب بكم في مطلع هذا الدرس أجمل ترحيب وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم أولا الصف أو المرحلة أو الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثالث المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وموضوع الدرس أحب الإسلام أحب الإسلام وإلى أهدافنا التي أسعى أنا وإياكم إلى تحقيقها بإذن الله من خلال درسي هذا اليوم أولا أن يستمت الطالب أو الطالبة سبب محبته للإسلام لماذا نحن نحب الإسلام؟ هناك أسباب كثيرة تدعونا لحب هذا الدين لحب ديننا ثانيا أن يعدد الطالب أو الطالبة أركان الإسلام أن يعدد الطالب أو الطالبة أركان الإسلام ثالثا أن يتعرف الطالب أو الطالبة على الصور المعروضة سنعرض بعض الصور ونتعرف عليها أيضا أن يرتب الطالب أو الطالبة أركان الإسلام أن يرتب الطالب أو الطالبة أركان الإسلام هذه بعض أهدافنا التي أسعى أنا وإياكم إلى تحقيقها من خلال درسي هذا اليوم وهذا هو كتابنا كتاب ماذا؟ كتاب إحسنتم الدراسات الإسلامية وكما تشاهدون هو مقسم إلى قسمين قسم التوحيد وقسم الفقه والسلوك وهذا هو الفصل الدراسي الثالث واليوم معنا درس من القسم الأول وهذه هي موضوعات هذا الفصل في قسم التوحيد هذا الفصل مقسم الفصل الثالث مقسم أو المواضيع مقسم إلى قسمين في وحدتين الوحدة الأولى معرفة دين الإسلام أما الوحدة الثانية فهي معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة دين الإسلام به درس واحد وهو درس هذا اليوم أحب الإسلام في الصفحة الثانية عشرة أما الوحدة الثانية فبها ثلاثة دروس الدرس الأول عنوانه محمد صلى الله عليه وسلم نبيي محمد صلى الله عليه وسلم نبيي وهذا الدرس في صفحة ستة عشر أما الدرس الثاني في هذه الوحدة وهو الدرس الثالث في الفصل الثالث عنوانه محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وهو في صفحة ثماني عشرة أما الدرس الثالث في هذه الوحدة وهو الرابع في الفصل الثالث فأنوانه أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صفحة عشرين قبل أن نبدأ درسنا علينا أن نستعد جيدا لهذا الدرس أولا باختيار المكان المناسب البعيد عن الإزعاج والتشويش والضوضاء ثانيا علينا أن نحضر جميع الأدوات الكتاب المدرسي وقلم الرصاص وهو الأساس والبراية والممحة والمصطر وكل ما قد نحتاج إليه حتى لا نضطر لقطع الدرس والانتقال للبحث عن هذه الأدوات الأمر الثالث أن نجلس بطريقة صحيحة في بعد مناسب عن الشاشة وأيضا باستقامة جيدة للظهر دون انحناء هذا هو درس اليوم عنوانه أحب الإسلام أحب الإسلام وبإذن الله سنأخذ في هذا اليوم فقرات جميلة مفيدة ممتعة سنبدأها بالتمهيد ثم لماذا أحب الإسلام أعدد أركان الإسلام وسنقوم بحل نشاط رقم واحد في صفحة 12 وحل نشاط 2 في الصفحة الثالثة عشرة وكذلك سنقوم بحل التقويم هذه فقراتنا فقرات مفيدة فقرات جميلة فقرات ممتعة بإذن الله تعالى أتناولها أنا وإياكم من خلال درس هذا اليوم إذن هذا هو قسمنا التوحيد وهذه هي الوحدة الأولى معرفة دين الإسلام وهذا هو درسنا الأول أحب الإسلام شاهدوا معي في هذا الدرس هناك عدة صور تعالوا لكي نتعرف على هذه الصور ماذا تشاهدون ماذا تشاهدون هنا ماذا تعرفون عن هذه الصورة فكروا معي أحسنتم ومبارك الله فيكم هذه صورة الكعبة في المسجد الحرام في أي بلد أحسنتم في مكة المكرمة هؤلاء الذين يحطون بالكعبة ماذا نسميهم أحسنتم هؤلاء المسلمون وهم يصلون إذن هؤلاء لهم دين هو دين الإسلام هؤلاء أتوا من كل مكان لهذا المكان عند الكعبة يتعبدون الله ويدعون الله سبحانه وتعالى ويسجدون لله سبحانه وتعالى لماذا لأنهم يحبون الله جل وعلا ويحبون هذا الدين دين الإسلام ماذا تشاهدون في هذه الصورة أحسنتم المسجد النبوي في المدينة المنورة أو المدينة النبوية ماذا تشاهدون هنا ماذا تسمى هذه أحسنتم المآذن أحسنتم أو المنارة نسمع منها نداء ماذا يسمى هذا النداء جميل ما شاء الله أحسنتم الأذان الأذان به كلمة نسمعها دائما وشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أليس كذلك؟ إذن لنا رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نحبه وهذه الشهادتان تنطلق من هذه المآذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أيضا المسلمون ماذا يفعلون في المساجد؟ ماذا تشاهدون؟ انظروا لهذا الولد ماذا يفعل؟ أحسنتم إنه يصلي أحسنتم بارك الله فيكم هذه الصلاة لها علاقة بدين الإسلام أو ليس لها علاقة؟ أحسنتم بارك الله فيكم لها علاقة بدين الإسلام إذن هي ركن ركين من أركان الإسلام هذه الصلاة ركن من أركان الإسلام لاحظوا هنا ماذا تشاهدون؟ سماء بها الهلال القمر في مرحلة الهلال أحسنتم إذن هذه الصورة دائما تعبر عن شيء معين تعبر عن شهر معين نحبه دائما إذا وضعوا شيء يعبر عن هذا الشهر يضعون هذه الصورة هو شهر أحسنتم شهر رمضان ماذا يفعل المسلمون في هذا الشهر شهر رمضان؟ أحسنتم إنهم يصومون إنهم يصومون في هذا الشهر ونحن نحب هذا الشهر لأن الناس يقبلون فيه ويجتهدون على العبادة أليس كذلك؟ إذن في هذا الشهر عبادة عظيمة اسمها عبادة الصوم ماذا تشاهدون هنا؟ أحسنتم المال ماذا يفعل المسلمون بالمال؟ بارك الله فيكم أحسنتم يشترؤون به أغراضهم وحاجياتهم أليس كذلك؟ فقط هذا هل هناك شيء يعطونه المساكين والفقراء؟ أحسنتم من الذي أمرنا أن نعطي الفقراء والمساكين وأن نتصدق عليهم وأن نعطيهم من زكاتنا؟ إنه الله جل وعلا وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ببدر هذه الزكاة لهؤلاء الفقراء في شهر من شغل العام ينتقل الناس إلى الصورة الأولى التي طلعنا عليها في هذا اليوم وتعرفنا عليها ألا وهي صورة الكعبة يؤدون عبادة في شهر معين ما هذه العبادة؟ أحسنتم إنها حج بيت الله الحرام إذن إنهم يحجون وينتقلون ويسافرون بذلنا الجهد والمال لأجل أداء هذه العبادة ألا وهي عبادة الحج هذه الأركان الجميلة التي فيها عبادة وخضوع لله سبحانه وتعالى ودعاء وطلب من الله سبحانه وتعالى فيها ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى فيها بذل وإحسان للفقراء فيها مساوات بين الأغنياء والفقراء كما في الحج فيها شهادة وإيمان بالله جل وعلا هذه الأمور المجتمعة كلها يجمعها أنها هي دين الإسلام هذه الأشياء الجميلة جعلتنا نحب هذا الدين وهو دين الإسلام أحب الإسلام أحب ديني الإسلام لأن فيه سعادتي وراحتي حينما أحسن إلى الفقير وقد جربتم أليس كذلك؟ عندما تؤطي الفقير مالا وتجده يتهل الوجه وينبسط ألا تفرح أنت؟ ألا تفرحين أنت؟ أليس كذلك؟ إذن هذا الدين يدخل علينا السعادة تطمئن نفوسنا يرتاح بالنا لماذا؟ لأن فيه تنوعا وفيه تواضعا وفيه خضوع لله سبحانه وتعالى وفيه عدل وفيه إنصاف وفيه بذل وفيه تضحية وفيه إحسان لذلك كله نحن نحب هذا الدين أحب الإسلام لماذا أحب الإسلام؟ قد عرفنا قبل قليل من تلك المقدمة هذا هو سبب حبنا لدين الإسلام لأن فيه ماذا؟ أحب الإسلام أحب ديني الإسلام لأن فيه سعادتي وراحتي فيه السعادة والراحة حينما ينام الإنسان ولم يظلم أحدا لأن الإسلام يأمره بالعادل فإنه ينام مرتاح البال أما الذي يظلم ويخطئ فإنه لا يرتاح باله ولا تسعد نفسه هذه هي أركان الإسلام كما تشاهدون بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو المسلم يقيم الصلاة والمسلم يؤدي الزكاة والمسلم يصوم رمضان والمسلم يحج بيت الله الحرام هذه هي أركان الإسلام الخمسة إذن الدين الإسلام يقوم على كمرك أحسنتم يقوم على خمسة أركان دين الإسلام يقوم على خمسة أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وحج البيت هذا نشاط رقم واحد دعونا لنعرف ماذا نحتاج هنا نحتاج إلى القلم بالتعاون مع مجموعة نسمي الركن الذي تدل عليه الصورة هناك خمسة أركان ولدينا خمسة صور كل صورة تعبر عن ركن من أركان الإسلام أليس كذلك؟ أريد منكم الآن أن تتأملوا في هذه الصورة ونعرف كل صورة تدل على أي ركن سأترككم للحظات ثم أعد إليكم بعد أن تفكروا في كل صورة على أي شيء تدل وقبل ذلك سأقوم بحل الصورة الأولى قبل ذلك سأحل الصورة الأولى حتى يتضح السؤال انظروا هنا هذا يرفع هذا الأصبع الذي عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذن هذا يدل على الشهادةين إذن هنا الشهادتان أكملوا بقية الصور وسأعود إليكم هل عرفتم على أي شيء تدل هذه الصور؟ تعالوا معي لنكمل بقية الصور تعالوا لكي نكمل بقية الصور هذه هي الشهادة كما عرفنا هذه الصورة تدل على أي شيء؟ أحسنتم على إقام الصلاة؟ أحسنتم وهذه الصورة تدل على ماذا؟ رجل أو ولد أو بنت يتصدق الآن تدل على إتهاء الزكاة؟ أحسنتم هذه الصورة قد عرفنا أنها تدل على ماذا؟ أحسنتم على صوم رمضان أما هذه الصورة فتدل على حج بيت الله الحرام أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم هنا نشاط رقم اثنين أرقم أركان الإسلام مرتبة ترتيبا صحيحا هذه هي أركان الإسلام ولكن لاحظوا لم يبدأ بالركن الأول هي غير مرتبة ويريد منكم أنتم أن ترتبوها أريد منكم أن ترتبوها ما رأيكم الآن؟ ما أول ركن من أركان الإسلام؟ أحسنتم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذن هذا هو رقم واحد أين الركن الثاني من أركان الإسلام؟ أحسنتم إقام الصلاة رائع أين الركن الثالث؟ جميل صاوم رمضان الزكاة أحسنتم الزكاة أما الركن الرابع فهو صاوم رمضان والركن الخامس هو الحاج أحسنتم مبارك الله فيكم أحسنتم مبارك الله فيكم إذن بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وهي هذه أركان الإسلام الخمسة إذن السؤال يقول عدد أركان الإسلام أركان الإسلام عددها كم؟ خمسة أحسنتم بارك الله فيكم أول هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أما الركن الثاني فهو أحسنتم إقام الصلاة والركن الثالث إيتاء الزكاة والركن الرابع صوم رمضان أما الركن الخامس فهو حج بيت الله الحرام إذن كم ركنا للإسلام؟ أحسنتم مبارك الله فيكم خمسة أركان لا بد أن نحفظها وأن نحب هذا الدين دين الإسلام لأن فيه الخير والسعادة لنا في الدنيا والآخرة لأن فيه السعادة والطمأنينة وراحة البال في الدنيا والآخرة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم شكرا لأدبكم وإصائكم وذوقكم ألقاكم بإذن الله في درس جديد وأنتم ونحن في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته